من سال خير عليكم اليوم راح نعمل مع بعضنا بمبلوني التونسي بطريقة رائعة ومع واحدة السر يخليه يجيكم طري وابنين مقادير هذي البمبلوني التونسي هي وصفة تونسية مع الزيادة في واحدة المقادير يعني كين واحد المكون زيدوه يعني هو ممكن يستغربوه البعض لكن يزيدها ويزيدها اه يعني لده اه كي ما شوفنا هاو هنا كملناه اه البمبلوني كي ما نقوله هو السخوني يتحط في السكر اهو يتحط في السكر وكين اللي يحب يوكله بالعسل وكين اللي يحب يوكله شاي حمال حليب كل واحد الاختيار اول حاجة راح نجيبه هنا زوز ملاعب خميرة مع ملعقة سكر نحطهم في المدافي ونخلقها تتفاعل الظهرت اللي شفته المكون هو حبة البطاطا هنا نحن نحطه كيلو تعس تعال الفيرينا ننخلوه نزيده باكيتا خميرة كيميائية ولي حبي ينقص المكونات نزيده هنا الملح ونخلطه المواد الجافة مع بعضها هنا خمسة ملاعق زيت وثلاثة حبات بايت ستقوني الوصفة هذه تجيكم رائعة نحن نحط الخميرة كما تفاعلت ونبدأ نباله في البنبلوني تانا ونخليوه لازم يكون جاري ما يكونش عاصي السر انه يجيكم مليح انه لازم تخليوه شوية جاري اه اكيد تقولوا كيفا رحنا اخدموه تساعدو روحيكم بالزيت يعني مفيش تعبيه الزر المهم تبليه هكذا يكون جاري وتخليه يطلع لك وتكسره لو طلع تعوق كده من مرة شوفوا هنا اهنا نخليوه هكي ما قلنا يطلع لنا بعد ما كملنا الميناه كامل دخلنا في باضه والان نروحوا هذا السر كما قلت لكم حبة البطاطا هادي اللي رح نزيدها مع اللاجينة بعد نكسر بها اطلوع تعال مرة الاولى نحطوا هنا حبة بطاطا في الماء تغليه نديرو لها شوية تعال ملح ونخليوها حتى نطيبخ لها اه نهرسوها وبعد نشوفو اش رح نديرو هنا رانا كما شوفنا اه البنبلوني تعالها اطلع رح نكسر لو اطلوع تعوب الحبة تاع البطاطا هادي اللي هرسناها كما قلنا يعني هي جربتها وكانت يعني نتيجة روعة اهنا رح نكسر كما قلنا اطلوع تعاب الحبة تاع البطاطا هادي لازم تدخل في العجينة كاملة ونزيد نخلي هي خمر مرة تانية اهنا زدرت له المرة الثالثة هبطلو تعطيعو والمرة الرابعة هانا كيفا رح نشكلو اه قرص هادو من الصغار يعني اه نلوزوهم كيما هاكده كيما قلنا بمساعد الزيت لان العجينة شوية خفيفة وجارية بس حاجيكم يعني النتيجة روعة كيما قلنا ديما نساعد روح هنا بالزيت اهنا كيما نقول اللوزو حسب الخدمة اللي نخدموه ونخليهم شوية فقط جسد ما يسخن الزيت نبدأ ونقليو فيهم اهنا نحن نطقب التقبالي من الوسطة هدي وندوروا هاكده بيدينا ونحطوهم في المقلات قلتكم يجيه شو شو يجيه فيه بنا بنا مختلفة عن البن بلوني اللي ما فيهش البطاطا اه جربوا هاو دوك تعرفوه شراني نقصد اهنا نلوح لها زيت كيما هاكده بها تطلع عنا اللي يحب يحمرها يعني يحمرها اللي يخليها هاكده فاتح اللون تحها يقدر يخليها اللون فاتح اهنا كيف كيف نزيد التانية هاكده بالوحدة بالوحدة وحتى نكملو البن بلوني تانا هاده هو اللي يليق في الوقت كيما هاكده سخول يعني بيرد الحيل هاده ما الاشياء اللي تليق مع القهوة والحليب يعني يفتر صباح اول اشياء انتمنى انكم تجربوا الوصفة رائعة متندموشي عليها ومختلفة شوية هادي الوصفة تساعدوا فقط بالزيت بش ما تلزقش فيه ديكم وتشكلوا هاكي ما هاكده ان شاء الله تعجبكم هادي الطريقة يعني طريقة سهلة وما فيها الجهد كبير وتعملوها يعني في نصف ساعة تقدير توجدها لضياف للمات يعني عادي هنا كبرت شوية الحبات لكن تقدير تعملهم اصغر من هاكده انا هنا نلوح لهم الزيت كيما يعني تعب كريكانوا يلوحوا كيما هاكده الزيت اه بش تطلع الحبة شوفوا كيف هنا جيه شوشة 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 روعة روعة جربوها وهاديك الحبة على البطاطا تعتها دوق مختلف جدا يعني انا شفت الوصفة من عند وحدة تونسية والحق عجبتني قلت نجربها والصحة جربتها ولقيت نتيجة روعة مهنا وجدونا الحبات تاعنا تاع البمبلوني شوفوا كيف يجيوا يعني ما همش معجنين يجيوا روعة وطريين حتى يباتوا يبقى ولكملاح هنا تقدميهم بالسكر ولا بالعسل كما تحبي ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله جربوها والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله موسيقى موسيقى